أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من Life of the Muse هذه الحلقة سنتحدث عن بعض الأخبار الرأب الأجنبي المثيرة في هذا الأسبوع وقبل ما ندخل في الحلقة لايك سبسكرايب أنجر حقنا صحاوك شفينه محتوى السهل النشر أول خبر معنا كوداك بلاك خرج من السجن والناس اللي يتابعوني من زمان يعرف أنه أنا كوداك بلاك مننا أصحاب ما بنحب بعض أوكي هو أوكي ما يعرفني بس أنا ما بحبه وهو ما بيحبني أكيد لأنه أنا بالنسبة له أنه أنا كارح وأنا إنسان بحاول أحبطه وإنسان حاول أوصله للقاع كوداك بلاك خرج من السجن لكن خرج بطريقة غريبة جدا وممكن الرابرة الأول أو الرابرة الثاني اللي خرج بهذه الطريقة مدى التاريخ الرئيس ترامب قبل ما يغادر البيت الأبيض بكم ساعة نزل قرار بالعفو عن للوين كوداك بلاك فكان شي مرة غريب أنه كوداك بلاك يجي عفو من الرئيس نفسه أوكي للوين إنسان مقرب ودائما شفناه الصراحة مع ترامب وشفناه كثير مع رؤساء لكن كوداك بلاك الموضوع كان غريب في الأيام الأخيرة لقينا فيديوهات أو صور لكوداك بلاك بعد ما خرج من السجن كده نحف واضح واضح إنه كده مر بأيام صعبة شعره أتغير شعره صار مرة طويل في بعض الناس بحاول يقول إنه أوه أوه هذا ما هو كوداك بلاك كوداك بلاك نحن نعرف إنسان سمين إنسان كوميدي فحالياً في فئة من الناس قاعدين تقول إنه كوداك بلاك هذا اللي قاعد يطلع في الفيديوهات في الصور ما هو الأصلي هذا واحد فيك أو واحد مزيف لأنه نحن نعرف إنه كوداك بلاك إنسان كوميدي إنسان سمين وشكله كده عنده تصرفات معينة لكن الإنسان اللي حالياً قاعدين شوه في الفيديوهات إنسان مر هادئ نحيف أوكي نفس الوجه لكن إنسان غريب شوية فللناس اللي تعرف كوداك بلاك القديم تعرف إنه ما هو طبيعي الصراحة في الفيديوهات اللي نزلها في الأيام الأخيرة وأنا الصراحة منتظر كوداك بلاك ما شرح يسوي في الأيام القادمة الخبر الثاني معانا عودة سكس ناين طبعاً أول ما عاد سكس ناين أو أول ما نزل فيديو في الإستقرام الإستقرام حقي أتفجر أغنية جديدة كان فيديو أشياء غريبة وحالياً رح نتكلم عنها واحد وشوم جديدة طبعا سكس ناين مو ناقص وشوم لكن مصوي وشوم جديدة بشكل بعض الناس عجبها بعض الناس ما عجبها لكن هذا موضوع بسيط الشي الثاني سكس ناين عنده لحية مرة طويلة الصراحة اللحية كانت مرة موضوع غريب انه انا شوفت سكس ناين بلحية ليش اللحية كثيرة كده زي ما تعرف انتو اغلب اللاتين اصلا ما يكون عندهم لحية ودائما اللحية عندهم عند الاجانبين كده بتدل انه اذا انت اختفيت بعدين رجعت كده بلحية انه انتو مرت بايام صعبة ومرت بحالة كده مأساوية او حالة اكتئاب هالي سكس ناين مر بحالة اكتئاب في شاعات كتيرة تقول انه مر بحالة اكتئاب ممكن نتكلم عن هذا الموضوع في حلقة ثانية الموضوع التالي في الفيديو انه بدأ يسوق لتراكو الجريد انا منتظر من سكس ناين تراكات الجريدة باشوف هل رح تنتشر زي تراكاته القديمة اللي اول ما خرج من السجن وانه هذه كانت تهبة بس وخلصت يعني انا شخصيا متوقع جدا انه رح نزل تراكات والتراكات حقته ما رح تجيب شيء يعني اوكي ممكن تجيب ارقام عالية بس مو ارقام خرافية زي الفيديوهات اللي نزلها بعد ما خرج من السجن لانه حس انه كانت تهبة كده والناس كانوا محجورين وطفشانين الصراحة في كورونا فخلاص كده عطوه جو وكده فهم انه خلاص ايا خلا نسمع لك نشوف مشاكل كثيرة مع رابس لكن حالينا حس انه ما هي فترة كويسة زي الفترة الماضية الناس كانت متفرغة الخبر التالت معنا في هذه الحلقة عن كاردبي كاردبي نزلت اغنية جديدة اسمها اب طبعا هذه الاغنية بعد نجاح اغنيتها الماضية مع ميغان وجابت جواز كثير وانتشار مرة عالي اللي هي واب لكن العمل ما فيه اي شي جديد من ناحة الليريكس نفس الليريكس من ناحة الفيديو برضو نصف الفيديوهات لكن الجديد انه كتب الناس كانت تتهم كاردبي حاليا انه هي سرقة الاغنية حتى نكون واضحين سرقة مطوعة من اغنيات رابر مير فانتانا طبعا الرابر خرج وقال انه كاردبي سرقتني وانا اصلا مسوي العمل دائم من الزمان فبحط لكم العملين واكتبوا لي تحت في الكومنتات هل كاردبي حاول تقلد هذا الرابر او هذا الرابر بحاول يدور على كاردبي موسيقى لكن كثير من الجمهور الناس اللي ما بتحق كاردبي قاعد يقول انه كاردبي هذا الشيء مو جديد عليها انه هي دائما تسرق فلوات وتسرق وتسرق اشياء مرة كثيرة حتى حركات في الفيديو كليبات ففيه جمهور حاليا مرة كبيرة قاعد يهاجم كاردبي وطبعا كاردبي اي عمل بتنزله لازم يكون فيه هجوم لازم يكون كده فيه رأي عام وفيه ناس انتقدة وفيه ناس معها وفيه كده مضاربات وكده اتنشن الخبر الاخير معنا في هذه الحلقة عن ذويكين ذويكين اخيرا سوى العرض حقه حق السوبر بول لانه هذا العرض اكتر عرض تقريبا جاتوا اشاعات في هذا العالم ومن اكبر هذه الاشاعات اللي تقول انه ذويكين ما ترشح للقرامي في الالبوم او التراكات حقته عشان عرضهم في السوبر بول انه هو فضلهم على القرامي وطبع هذه الاشاعة مر منتشرة حاليا وممكن هي ما هي اشاعة الا اقرب للصواب انه ما ترشح في القرامي عشان عرض السوبر بول لانه معروف انه هذا العرض كثير من الناس بيحلم انه مما يسووه وكثير من الفنانين اللي مره مشاهير وعالمين سووا هذا العرض وهذا العرض يعتبر شي من انجازاتك الشخصية لكن خلينا نتكلم عن العرض حق ذويكن العرض حق ذويكن هل كان اسطوري خرافي كده افضل من العروضة السابقة ما اتفك بكل صراحة اوكي هو كان جميل واحدة الصراحة انا عاجبين في ذويكن انه هو مقتبس الشخصية حق الالبوم حقه وقاعد اسويها في كل حفل فايما هل يطلع فيه فحاس انه في انتماء كده انه هو قاعد يسوق الالبوم بطريقة كده طريقة ملتوية وصنع شخصية للالبوم خاصة هو قاعد يسوق لها برضو نصر وقت من ناحة ملابس ناحة الستايل من ناحة حتى النظارة حتى المشية حتى الحركات فهذا الشيء صراحة انا عاجبني في ذويكن في كثير من الناس ما عاجبهم قاعد يلاقي انتقالات مرة كبيرة في تويتر في الهاشتاك لكن انا عاجبني هذا الشيء لكن بصراحة كعرض كامل شايفو عرض عادي عرض عادي كان مجعوب عليه في بعض الاشياء لكن بصراحة انا شايفو عرض عادي وهذه حلقتني وهذه الأخبار كانت معانا في هذه الحلقة لا تسكراب نشر حقنا صعب محتوى سهل النشر بيس او